أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ ومخاوفه إذا تقليص وزارة الصحة الفلسطينية في رامالله تحويل المرضى في غزة من ذوي الحالات الحرجة والخطيرة للعلاج في الخارج الأمر الذي يهدد مئات المرضى منهم وحذر المركز من التطورات الأخيرة التي شهدتها دائرة الشرع الخدمة العلاج في الخارج بقطاع غزة والمتمثل في تقليص صحة رامالله تحويل المرضى من ذوي الحالات الحرجة والخطيرة للعلاج في الخارج دون إبداء الأسباب منذ نيسان إبريل الماضي معربا عن خشيته من الانعكاسات الكارثية التي يمكن أن تحل بمئات المرضى ممنهم بحاجة للعلاج بشكل عاجل أو لاستكمال علاجهم وأوضح المركز في بيان له نشر الأحد أن البيانات التي حصل عليها تشير لانخفاض تدريجي وحاد لعدد تحويلات العلاج في الخارج الصادرة لمرضى غزة والتي وصلت إلى 75% خلال شهر أيار مايو الماضي وقال المركز في بيانه أن عدد التحويلات الطبية التي وافقت عليها لجنة طبية العليا في قطاع غزة بلغت منذ بداية شهر يونيو حزيران الماضي أكثر من 2500 تحويلة طبية فيما لم تصدر دائرة العلاج في الخارج برامالله سوى نحو 400 تحويلة طبية فقط وأشدد على أن تلك الإجراءات تحرم تحويل عشرات الحالات المرضية الطارئة والتي تتطلب الاستجابة الفورية لها من فرصة تلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة وترفض وزارة صحة الفلسطينية في رامالله منذ نيسان إبريل الماضي إرسال حصة قطاع غزة من الأدوية التي تصل إلى مخازنها من الدول المانحة لا سيما أدوية مرضى السرطان وبعض الأمراض الخطيرة ومرتفعة الثمن وكذلك الموافقة على أي تحويلات طبية للعلاج في مسجاف الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 اشتركوا في القناة